أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين تنظر لعلاقاتها بدولة الكويت من منظور خاص فهي علاقة تستند على أسس وروابط متينة جعلت منها نموذجا مشرقا في العلاقات الثنائية بالمنطقة وقال سموه صلاة أخوية قوية ومتجذرة هيأت أفق التعاون الثنائي بينهما ليكون ممتدا وليطال مختلف المجالات والأصعدة مستذكرا سموه بالتقدير والعرفان مواقف دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة تجاه مملكة البحرين والتي ستظل ماثلة على الدوام في الذاكرة الوطنية البحرينية لأنها مواقف جسدت بصدق متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وطبيعتها الخاصة منوها سموه في هذا الصدد بدور سمو أمير دولة الكويت في تعزيز مسيرة مجلس التعاون والحفاظ على مكتسباتها جاء ذلك خلال استقبال صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء بقصر سموه بالرفاع معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة حيث نقل إلى سموه تحيات أخيه أمير دولة الكويت الشقيقة وتقدير سموه البالغ لحرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الارتقاء بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وارتياح سموه للنتائج الطيبة للزيارة الآخوية التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دولة الكويت الشقيقة مؤخرا على صعيد تعزيز أفاق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين الشقيقين وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة لمملكة البحرين وأهميتها على صعيد الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة فيما يتعلق بالجوانب الدفاعية مؤكدا سموه أن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم تتطلب تكثيف اللقاءات بين الأشقاء لتنسيق المواقف والتحركات للتعامل معها بشكل أمثل بما يضمن أمن المنطقة ودعم مسيرة مجلس التعاون والتضامن العربية واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة عددا من الموضوعات ذات الصلاة بمسار التعاون البحريني الكويتي وتلك المتصلة بالتنسيق حيال التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وقد أعرب النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يخص به سموه العلاقات البحرينية الكويتية من اهتمام كبير أسهم في تقويتها وارتقى بأفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات مؤكدا أن سمو رئيس الوزراء يعبر دائما عن الحكمة والنظرة الثاقبة للأمور من منطلق خبرة وحنكة سموه وهي قيمة خليجية وعربية عالية يعتز بها الجميع معربا عن اعتزازه بما وجده والوفد المرافق من حفاوة استقبال عكست متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر